الكابتن احمد ناجي اللي انا بعتز به دايما من صداقة وجدعانة وكل حاجة كويسة كابتن ناجي برحب بي بحضرتك والف الف مبروك كابتن ناجي مالو يا كابتن ناجي مبروك يا شادي ومبروك للخالد ومبروك للمصر كلها وللوطن العربي بلادي المحبة للمصر اللي فرحة للمصر كابتن ناجي المصر اللي كان في ممتاز سعادة ويعني الناس كلها فرحانة الحمد لله طبعا هو دل لنا يعني حضرتك مهم اتكلم مع حضرتك في ده حلم شعب 28 سنة ننعد نشجع الفرق الشمال افريقيا ونعد نشجع اخوتنا واشقاءنا مراتي بعد 28 سنة هنشجع منتخب مصر على ادكوة كابتن ناجي عايز حاجة بس كمان اقولها يعني انا بنتكلم في امور فرقية يعني مش مجالها ولا وقتها يعني في ناس حققت انجاز زي ما انت بطول بعد 28 انا وصلت قاس افريقيا بعد سبعة سنينين ووصلت نائي قاس افريقيا وعملت حاجات يعني حلوة حلوة لازم نقول لهم متفكرين لازم نقول لهم انتوا عملتوا حاجة حلوة او طبعا طبعا ده مزبوط ده مزبوط وانتبوكم اتبوناش وخلوكم معانا عشان احنا محتاجينكم عشان انتوا عملتوا حاجة فيها اعجاز هو ده الكلام اللي بتقال مش نوعب نناقش هو لو مش هياخد كام هو لو وعد هياخد كام هو لو مش حابس ايه كلام كله سخصائي وكلام كله ملوس اي لازمة بقى بالعرب اي تلاتين لازمة كابتل ناجي كابتل ناجي عايز اقول لحدك على حاجة الراجل اتعرض لضغوط كبيرة جدا 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 خلال المشوار اشتهاد الراجل ده اكبر من كل الكلام انا فاهم اسمعني بس اسمعني يا كابتل ناجي اسمعني احنا بنتناقش دلوقت اتعرض لضغوط كبيرة جدا طريقة اللعب واحنا دايما بنتكلم على مستوى الاهل ومستوى المنتخبات سيبوا للمديري الفنين تشتغل سيبوا يحط تشكيله هو عارف القماشة اللي معاه يحدودها هتوضيه فين الراجل حقق اهدافه احنا بنناقش اللي الناس بتقولوا برا هل الراجل يكمل ولا مش هيكمل مين 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 الاعلام قموما اللي بيقعد يناقش الحاجات دي تمام ما تناقشوا هاي قولوا له ساعدوا الراجل سندوا الراجل اتعاموا الراجل يعملوا له فترات اهداف كوية وده طبعا حيحصل لان عندنا مجلس ضرب اكثر من رائل مهان سانة بريدة بيش بخلينا نحتاجين حاجة وكل الناس بيش بخلينا نحتاجين حاجة اللي تقلل المشترع المصر دلوقتي ادعاموا المنتخب اه لكوا جنب المنتخب تسجعوا المنتخب علوا لعيب المنتخب علوا جهاز المنتخب هو ذا اللي تقلل دلوقتي بس انتوا كنتوا بتعانوا بقالكم 28 سنة وكنتوا بتعانوا بقالكم 27 سنين فهي يذكر ان انا بسيبوا لحاجات انا مش هاجه اقول لفظ ما يتقلش في تلفزينات انت عندك حالة من الغضب او مزعل معنى بيش اي حالة من الغضب ومعنى كلامك كده لا لا خلي انا عندك احلى حالة من الفرح والسعادة ان انا حققت فرح لناس والسعب والمجتمع فرحان كله وسعيد كله كملوا فرحته ما تكتموش على قلبه كملوا فرحة الشعب كملوا فرحة الناس قولوا لهم الناس دي كويس الناس دي وصلتنا صح انا معان الناس دي وصلتنا بعد سبع سنين الناس دي نعمت نهاية كاس افريقيا كل كده كل الاعلان دول كده وكل واحد يخلي الاراء الفصطفائية دي ولا بقولوا عليها دي لا يا اخ احنا مشتغل كوي وبنعرف نهي تحق استاذ خالد عايز يقول لحضرك حاجة تفضل استاذ خالد يا كابتن ناجي نعم يا حبيب نعم يا حبيب بص يا سيدي ما نقدرش نحجر على مشاعر الجماهير ولا انطباعات الجماهير انما زي ما انت بتقول يا كابتن احنا بالنقاشة لو انت كنت سمعت اول كلامنا واستنيت لحد اخر كلامنا قبل ما حد يعمل معاك المداخلة كنت هتسمع كل الكلام ده انه الفترة اللي جاية محتاجة ده محتاجة ان احنا نفرح الاول بالنتيجة اللي اتحققت وراجل قال لك ما يصد ناشحة بتكلم على الاعلام انا بتكلم لا انا بقول له عايز اقول له انه فيه جزء او من الاعلام هيقول ده وبيقول ده وفيه ناس كتير على فكرة قالت اللي احنا بنقوله ده عشان منظمش الاعلام فيه ناس قليلة جدا اللي اتكلمت في ده هو انا متأكد انه انطباعه جاي من برة مش من خارج مش من الاعلام الاعلام اذا كان بيناقش برضو بيناقش عشان يوصل للجمهور يا كابتن انه المرحلة اللي جاية يا جماعة بقى عايزة شكل تاني انا كنت لسه بقول لك ايدي الواتي لا اقول لك الحاجة بصراحة عشان انا انا متابع جايد لكل البرامج كابتن ناجي كان مستق من حاجة برضو وانا معافدة بعد الفرحة على طول اعلامين تطلع يقول لك كوبر يمشي لا لا كوبر يمشي يعني مسألة كوبر يمشي دي انا اعتبرها جريمة يعني منقشتها في هذا التوقيت جريمة لكن انك تناقش حاجة الجمهور بيتكلم فيها في وسط فرحته ما الفرحة فرحة جمهور والجمهور اللي بيطرح التساؤل ده فاصبحت ملزم ان انا نقش معه ده ودولي بقى ان انا وجهه وفهمه عشان الكابتن ناجي اكد واجه مين يا خالد واجه بين تمدرب كبير اوي يا خالد اللي يا كابتن واجه مين المدرب كبير اوي وعارف هو بيعمل ايه بيقولك بيقولك مدرب كبير وعارف بيعمل ايه انا بقول نوجه الجمهور اه ماشي اخد بالك برضو يا كابتن استنى معلش يعني معحترامي لك والمدرب الكبير ما يمنعش ابدا انه انه الناس تقعد معاه يعني بقى فيه لجنة فنية في التحاضي الكرة تقول له ايه تقول له عايزينك بقى ما تنجحش اذا ما نجح تقعد كده لا انا انا عايز اغير من شكل اداء المنتخب يا كابتن انا ما دارش اتجاهل ده في وسط الفرحة برضو اذا هو المناسب في تسبالنا يا خالد هو اللي منجح لا يا كابتن ده خلينا اخلينا مش عايزين نخرج احنا من الفرحة زي ما انت بتقول لكن لكن الاداء الاداء المنتخب ما ندارش ننكر انه عليه على ما تستفهم ومحتاج توضيح ده كلام نازم يتقال يعني حاجة اسمها اداء حاجة اسمها نتيجة السليح حيصر النتيجة والاداء اللي احنا نتجده هو اللي بيجيب النتيجة لا اذا كان ده الفكر ده يبقى فيه فيه ده كلام مش سليم لو هو ده المنطقة اللي انا هفضل ماشي به ما هو ده كلام السليم الخالد ورجع السليخ كله حتلاقي اليونان خالد سكاس اوروبا من موسط البرتغال باداء رائع لانه هم يحفو يغضي النتيجة بتاعتهم بالطريقة اللي انتبقيهم وهو ده كتريخ خرط الكدم وخرط الكدم الحديثة كلها كده احسى ايات وبتديك مدليل بتستغل على المدليل دي عشان تعمل نتيجة ده اخي طب انا مش عايز بس اضيع وقت البرنامج وخلينا نقعد في قاعدة اطول من كده او الفرص المتاحة من كده ونتناش في ظروف افضل من كده حتى نكمل فرحتنا الاول بالانجاز يعني انا بحبك يا خالد انتعرف ان انا بحبك حبيبي لا انت بتتكلم في ايه بس يا لاخ الداف ده كابتن احمد ده عشرة عمري اه مختلف وتو اه طبعا انا بنتناش في موضوع ايالي بكوميدي شادة انا فعلا زعلان ان انت عملت كل حاجة حلوة كل حاجة حلوة ما كلنا فرحانين بص في الجمهور الفرحان يا كابتن بص في الجمهور الفرحان وانت تفرح انا عايز بص للفرحانين وانت تفرح بص ما تبصش للناس تانية بص للفرحان وبعد كده بفكر في الناس التانية لكن لازم تبص علشان تبقى هادي برضو في ناس كتير جدا ملايين فرحانة حتى لو كان لحد له وجهة نظر او رأي لكن في النهاية كل الجمهور فرحانة ايه هو كده تمام والف مبروك لشادي والف مبروك لخالد والف مبروك لكل الناس يا كابتن ناجي اسمعني بقى انت اتخدني في دوكة يا كابتن ناجي اسمعني اسمعني بقى اسمعني اولا اتعشت كده زي الفل معاك وانت افعامني وبعدين بطلت اتعزمني وبطلت حاجات كتير هنشتكلم على هوا حبيبة كابتن ناجي والف الف مبروك وتحياتي لكل الجهاز ومرة حاضر حاضر اشكرك شكرا جزيلا والف الف مبروك مرة تانية